قانون الاستثمار الذي نزل على قبة زيغود يوسف يحضر معي في البلاطو السيد عبدالطيف حمام العميد المستثمرين الشباب أهلا بك سيدي مرحبا بك السلام عليكم شكرا لنسي بل على الاستضافة طبيعة الحال أنت مطالع على مشروع قانون الاستثمار وهو محل النقاش الآن على مستوى قبة زيغود يوسف سنة 2022 هي سنة إقلاع اقتصادي بامتياز حسب رئيس الجمهورية وعلى أبرز الهياكل المحركة لهذا الإقلاع هو قانون الاستثمار طبيعة الحال قانون الاستثمار الجديد في نظركم هل سيزيل العراقيل الإدارية والبنكية القديمة؟ شكرا عندما يكون السؤال بصراحة جدية كما أرى كنت سألت هل يزيل؟ نحن نقول بالإزالة العراقيل هذه هي ليس إلا بهذا القانون ولكن هي مراحل موضوعة منذ أخذ منصب رئيس الجمهورية سيتوبون منذ ثلاث سنوات اليوم هذه العراقيل وهي حرب البيروقراطية حرب العصابات حرب هذا كل شيء قائم اليوم دخلين على حاجة نسقيلها يعني المفروض قانون الاستثمار هذا رح يجيبنا حاصيلة هذا الحاصيلة هذه لتخلي المستمر المستقبلي ونحن لا نجب أن ننسى المستمرين الموجودين في التراب الوطني ونحن نتحدث عليهم طبعا الموجودين في التراب الوطني هذا القانون هذا شيء المطلوب منه أن يعطي للمستطمر في أذهانه وفي عقله لهو لاكت دانليستير لم يقعدش شيء يأخذنا إلى دهن العراقيل وهو يأخذنا إلى شيء ليسمى بلاكسيون غياليزاسيون هذا اللي نتمنى منه إن شاء الله وهذا ليس شيء سهل لأن في ميدان الرقمنة اللي هي الألية الظن نقوله ألية الوحيدة والكل يجمع عليها الآلية الوحيدة لتخلينا نخرج من الأشياء الوهمية للأشياء الحقيقية لأن عندما نوضع ونرقمن كل الآليات منها من الحلم كيف نروح إلى الحقيقة على أرقام سفر أو واحد أو يسوي شيء هذا ما نقعدش نكدب على الناس اللي عندها رغبة في الاستثمار في هذه النقطة بذات لما نتحدث على قانون الاستثمام شراء قانون الاستثمار الجديد هل سيعيد رأس المال الأجنبي إلى الجزائر وهل سيعطي دفعة للرأس المال الموجود هنا في الجزائر؟ أي رأس المال محلي؟ عندما نتكلم على الأجانب من الباب ما نسميه قلناها كم من مرة في البلاطوات نحن ليس وحدنا في العالم نحن نتكلم على الأجانب وهذا الأجانب عندما عندهم رغبة في الاستثمار يصنع بلدان كثيرة ونرى اليوم ما يحدث في العالم كل التطورات تكون منها سياسية وهذه التطورات السياسية تؤدي بإيجابيات أو سلبيات اقتصادية وهذا تفتح أبواب لكثير من البلدان التي هي اليوم تدرس نفسه ما نرى أن ندرسه فيه ما هي التحفيزات ما هي الأليات لكي ندخلها في كمبيتيشون بس اليوم نحن بدون الاستثمار بحد ذاته الدولة هي اليوم أنها تستطمر في هذا القانون بجلب المستطمرين أجانب منهم أو جزائريين دقيقين أو خارجيين وهذا الشيء تكلمنا عليه قلنا لو نأخذ المؤشرات الدولية تكلمنا على doing business نشوفه مرتبة الجزائر في العالم هذه المؤشرات في المكاتب الدراسية الدولية وليس جزائرية عندما يكون مستطمر أجنبي يقول لنا للمكتب الدراسات يقول له أحبيت نروح أنا ندخل للجزائر هذه المؤشرات ليس بمؤشرات تاتي ليفون أو مؤشرات تسهيلات وإحنا شفنا عشرين سنة ماضت كيفاش صراب البلاد هذه مؤشرات حقيقية ولها معايير لأن المستطمر عنده معايير عنده دخل مال تاو عنده الوقت باش كيفاش يجيب الأرباح اللي يدق عليها المال وعنده لغيسك كيفاش يقالكول باش يضمن الاستثمار وهذا شيء موش إلا على الجزائر عندما نتكلم على زيديو وإحنا نتكلم على زيبيو نتكلم عليها في البلاطو من بعد هذا شيء موش إلا على الجزائر جميل لما نتحدث أيضا كنا دائما نشتكي أن الجزائريين غير مقيمين بالجزائر يعانون مشاكل كبيرة في تحويل أموالهم إلى الخارج في حالة ما إذا تم الاستثمار هنا في الجزائر اليوم في أحد البنود لقانون الاستثمار الجديد ومشروع في حد ذاته توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين هذا أمر ربما سيشجع لمحالة الجزائريين غير المقيمين في الجزائر بالاستثمار في الجزائر عندما نقول لازم نصحح اللفظ عندما نتكلم على الجزائريين الغير مقيمين نحن نتكلم على الشركات المعنوية وليس الشركات الطبيعية كل مستثمر ليدخل الجزائر لابد أن تكون عنده شركة وهذه الشركة هذه مقيمة في الجزائر لدي ما نقوله جزائريين غير مقيمين هذا أول شيء لازم نعرفه الآن في هذا الإقامة نشفنا في البرلمان نتحدث على المناطق الصناعية الأوفشور هذا حديث ندخل فيه اليوم هذا التحويل الأموال يعني إذا فهمت سؤالنا نتكلم على كيفية تحويل الأموال هذا ليس شيء جديد في القانون للاستثمار هو موضوع منذ زمن الشيء اللي يفرق هي القانون الماضي كانت نسبة الشراكة بين الأجانب والجزائر حتى 149 وعلى 50 يعني الفائدة اللي نحولها خارج البلاد نتكلم على نسبة المستمر للأجانب اليوم الأجانب عندهم حقوا هذا شيء ممتاز أن يستمروا في الجزائر بيصيرا 100% في استثمار خارج على الأكتفات استراتيجية التي تلغسس هذه حاجة الشيء الثاني نشوف دور البنوك دور البنوك لأننا عندما نتكلم على البنك نتكلم على الانسترومنتيون دولة البنك لازم ندير الفرق بين البنك وآليات الموجودة لذا البنك ولكاس يعني إحنا عندنا كثير من البنوك ما يعملوش باللزانسترومنت بانك باش يطوروا العلاقة ويجيبوا آليات للمستطمرين باش يعملوا هذه الاستثمارات نشوف كيفية الطلبات تاع الضمانات نشوف كيفاش هذا الأعراضي الفانسي ايكوناميك اللي يدخل كضمان كثير من الأشياء لازم لازم الإنسان يتكلم عليها وهذه أمر يخص نقطة حساسة كما قال جميل في نقطة أيضا مهمة أيضا تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هذه الوكالة كانت موجودة سابقة طبيعة الحال بعدين تحولت إلى الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وبعدين عدنا إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لماذا هذا التغيير لماذا هذا عدم استقرار في اتخاذ القرار والله شوف هذا هذا الشي واضح كالسمش هذي يوم نشوفه عن طريق رئاسة الجمهورية وشي اللي يداروا ولي قام به رئيس الجمهورية حنا جات آلية ليزغولها وسيط الجمهورية هذا وسيط الجمهورية نهار جاء كان بش يفك العزلة على مشاكل المواطنين جميل وآخذ أمر من عند رئيس الجمهورية أن يأخذ الميلف المستطميري يعني وش نفهمه؟ نفهمه باللي الناس اللي جازت على الوكالة باش دات ميلفه دات تاناقريمو باش ديري استثمار هذا الاستثمار بحداته ما لحقش للنهاية يعني عاش عراقي جات آلية ليه آلية وسيط الجمهورية ليفكت كم من ميلفات في مهلة صغيرة عن هذا المستميري اللي كانت عندهم مشاكل اللي يدخلوا في الناشاط التحهم احنا نقول ما لازمش نبني نبني قوانين أو نبني نبني نقوله احنا دولة على المشاكل نبني المستقبل باقتراحات وهذا نعود إلى البرنامج اللي هو الديمقراطية التشاركية الديمقراطية التشاركية من هذا الباب نشارك من؟ نشارك أصحاب الأفكار أصحاب الميدان في كيفية حل المشاكل وعندما نشوف حنا كيفاش نحل المشاكل باش ندخل في اقتراحات لعزل عزل هذا الطريق للمستطمر في المستقبل ليروح في طريق المشاكل احنا ولا اليوم المشاكل اللي حليناها منذ أخذ هذا الملفات لوسيطة الجمهورية اليومين هذا رح نشوفه العام الجاي ولا على عامين نفس المشاكل رح نعيشها مدرنا ولو اليوم نشوفه ولينا إلى ما نناديه كما نقوله احنا لابسي يعني اليوم هاد الوكالة ما لازمش تعطي غير الله غريمون لازم ترافق هاد الشيدي كان مفقود يعني كي نعطيك انا غريمون وهذا ما جاء في قانون الاستثمار بمنحها دور المروج والمرافق لاستثمارات المرافق ما معنى المرافق عندما انت تدخل على بنك وتقول انا حبيت ناخد قرض هاد القرض باش يخليك انت دير نيزانية وطروح باش تعمل الاستثمار تاعك البنك اقل شي رح ياخد عليك كي ما نقوله احنا سيدي طابلو دبور دو بريفيزيون وما رحين خمس سنوات على حساب الضخم هاد القرض هذا يا حتى 12 سنة المرافقة هادي هذا المرافقة لازم تكون مش الا عندما ننوض نقوله احنا الاجهزة لان المستثمر بيحداته عندما يستثمر هذا القانون للامور اللي لازم تكون فيه ما يهمناش الا المستثمر اللي نجونا طيله ارضية ونزيدونا طوله لفينوس ما وبعد قلو رح تقلع نو نتكلم على مناخ الاعمال اللي رح يوفر لهذا المستثمر مستقبليا ضرورة الناجاح في الاستثمار تاوه لانا اذا لم ينجح هذا المستثمر كان صغير او كبير او متوسط هذا رح يولي على عاتق الخزينة الدولة رح يولي على عاتق المشاكل اللي تعاود تدرسها الدولة من ضرورة هذا الشيء ليس جديد علينا وانت تعرف بحيث نحن من الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة ونحن على جليتنا خرج القط الوطني ونعيش هذه الاشياء من باب اليات اخرى من باب التكنولوجيا ونعود ونقول هذه الاليات هي اليات تكنولوجيا من باب الرقمان جميل في نقطة ايضا مهمة في قانون الاستثمار اريد الحديث عنها هي وايضا اوصى بها رئيس الجمهورية وهي تخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفاء المستثمرين وقال سابقا يجب معالجة هذه الملفات في اجال لا تتعدى الشهر هدو الاشكال اليوم دراسة ملفات الاستثمار والانطلاق في هذا الاستثمار في حد ذاته ربما هذا هو العرق الاولى التي واجه منها المستثمر الجزائري او حتى الاجنبي شيء ممتاز احنا قلنا كم مرة انت كنت في الكلية قريت خرجت من جميعا دكتورة ومهندس عندما تخرج احنا قلنا الله جونيس انت خبقنا ريال كم مرة تكلمنا عليها هناك شباب هناك ناس اللي حابين يدخلوا في الاستثمار يعني ما يدخلش كموظف هذا الناس هدوما عندما تكون عندهم التأهيل بش يدخل في الاستثمار هذا البرنامج الاستثمار الفكرة بحددها احنا شفنا اليوم تنين وزارات منتدبات وهي وزارة المؤسسة الصغيرة ووزارة المؤسسات النشئة واقتصاد المعرفة هذا تنين الاليات مهما نتكلم على المؤسسات الصغيرة هي تلعب دور كبير في الاستثمار في المستقبل الشيء اللي لازم نعرفه المستثمر بحدداته مهما كان جنسيته جزيري او اجنبي مستحيل عندما نقول لنا نروح ندير استثمار جيني الفكرة تعالي على الاقل يعني غير هذه الفكرة تعالي العرقى لا تدخل فيها رأسي لازم يش تكون هذا اللي لازم يكون بكل وضوح في القانون لازم نحسن وضعية الدهن المستثمر كيف قابليته على الدخل في الميدان الاستثمار وهذا يكون جزائري او اجنبي وهذا الشيء العاقب الكبير اللي عندنا نحن في البلاد حانا اليوم كيف نخموه في الاستثمار في الجزائر اول شيء نتكلم كيفاش نريقلي البروبلام تاعتها البونكا نريقلي البروبلام تاعتها الفونسي نريقلي المشكل مع الضريبة نريقلي ونريقلي 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 وهذا الشيء ما ليس له وجود بمعايير دولية في بلدان اخرى هنا لازم ندير اشياء عندما نحبين نخموه على اليوم سي ديمودي او كان اشياء اخرى تكلمنا على اليزي بيو ولا حبين نجيبهم نفس المعايير الموجودة عند جيرانا عند بلدان اخرى شوف افريقيا التطور تحق حانا ننتمي الى الكلاستر افريكا شوف الابواب كيفاش رايت تفتح شوف التسهيلات كيفاش راهي توضع الشفافية في الخطط كيفاش رايته وهنا نقول له لي قلت انت شهر احنا هذا شهر اليوم تفتح شركة بميدان الرقمانة في ساعة ماشي في شهر في ساعة حتى ما يكون عندك برنامج تحتك هو المستثمر عنده شيء يهمه هو بعيد على الادارة هي الدراسات الملف التاعو التاع الاستثمار كيفية المستثمر بحداته عنده مرحلة لا تهم الادارة هذا المرحلة التاعو اخدا فيها شهر او اخدا فيها شهرين او اخدا فيها تلشهور هو يهيكل نفسه يوجد نفسه باش يدخل في الاستثمار عندما يفتح الباب الاول تاع الادارة باش كل الدراسات اللي يعملها المفروض لا تاخد اكتر من 14 كان يقصد القانون في حد ذاته سيد حمام ده فقط كان يقصد ان ملفات المستثمرين اي ملف الاستثمار في حد ذاته حتى لا يطول امده لينطلق المستثمر في عمله هنا في الجزائر ولا يطلبش امر عام عامين او سنة سنتين من اجل الانطلاق في مشروعه هذا ما كان يقصد لكن سنعود النقاش حتى في الجانب القانوني لحماية هذا المستثمر لانه اليوم المستثمر متخوف من العواقب القانونية الموجودة في الجزائر في نقطة مهمة لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عفوا لكن بعد فاصل اشهاري امتابعينا الكرام ابقوا معنا من جديد امتابعينا الكرام وتواصلنا دائما معكم في هذا الموعد الاخباري وفي ملفنا لانقاش حول مشروع قانون الاستثمار ونقاط جد مهمة جاء بها هذا القانون خاصة فيما يتعلق بحماية المستثمر سواء كان جزائريا ام اجنبيا سيد حمام دا تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية وكذا في ذات الوقت استحداث آلية مستقلة رفعت المستوى تضم قوضات خبار اقتصاديين وماليين وتتولى الفصل في الشكوى والطعون المقدمة من قبل المستثمر في حذاته في نظرك هل هذا يخضم الاستثمار ام يضره جواب على السؤال هذا انا مستثمر نجي ندخل الى بلد واسمون جزائر وعندي آلية موضوعة اللي تقول لي اذا كانت عندي عراقيل شوف الفكر اذا كانت عراقيل تعرقني على الاستثمار تاعي نروح نقدم شكوى احنا نقدر نقوله طيب الصح نقول له الشي اللي قلناه الفكر بحد ذاته لان المستثمر لا يتقبل شيء يسموه العراقيل لان هذا المستثمر بحد ذاته نهضر السورته الاجنابي سورته الاجنابي امواله عنده او في البنك بتاعه عندما يحس يعني عنده احساس واهضرنا على باللي تقدر تكون عراقيل ما كانش ميت تقدر تكون عراقيل هادي اشياء تخلي الاجانب ما تكونش عندهم منقوله احنا استقبال على احنا نقوله مليح بس صح ولكن هاد الالية احنا بكل اقترح لازم تكون عندنا دروس دروس على ما مضى على المستثمرين وهذا الدروس تخلينا نعرف كيفية هذه العراقيل كيفاش كانت نبحث عليها وهذا من هذا الباب هادي راح نحسن هذا هو المطلوب في قانون الاستثمار المستخبالي نحسن كيفية هادي فتح الابواب اللي كانت مغلوقة على وجوه المستثمرين الحقيقيين لان هناك كثير من انواع المستثمرين تريد باش ننواجبك في هذا الموضوع هي آلية جدو حسنة لماذا؟ لانه راح تعطي كومي كارتان غوش اليوم في المستقبل هذا الاداري اللي راح اللي يدير تكون عنده فكر صغير برك بمعارقة لا على بلو راح ينجبدولو واتقالي ما شرح تخليه يقعد في المنصب التاعو هذا شيء ممتاز ونقوله باللي يعني ان دوال انكوراجي مي لازم نبحث نبحث ونبحث نخلي نخرج كل الإحصائيات لي هذا ما نسميه بالعراق لي ما نسميه بالبورقراطية لي ما نسميه بعصابة هذه لما فيضل الادمينسراسيون لما خلج البلاد تارنا ترح دنصان اسبي بوزيتيف جميل في نقاط أيضا مهمة نصح التعبير يتعلق بدعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية في نظرك أنت هل بالاستثمار في هذا المجال سيقلص فعلا من فاتورة الاستيراد لأنه اليوم فاتورة الاستيراد بالرغم من تقليصها إلا أنها تبقى مرتفعة هذا شيء ممتاز لأنه لو نولي للسنوات الماضية أكثر ماضينا أكثر من 20 سنة وهي برامج خارج المحلوقات يجب أن يكون في البرغم تعلق إستمرار ويضرح كاربير جميل اليوم من هذا الباب هذا نعرف أن الدولة بدلت من جهودات كبيرة بأموال بدراسات الشيء المفقود هو يهم المستثمرين الحقيقيين في هذا المجال في هذا المجال وهذا ما اشتكى منه رئيس الجمهورية قال أكثر من هذا الشيء ويكون وضوح اليوم رئيس الجمهورية قال كلمة أنا أقول لك عجبتني وناس وحدة أخرين أنا أقول اللي هي خطر عليهم لأن اليوم مرى ناش محتاجين اليوم عندنا آليات ما شاء الله في البلاد ما ناش محتاجين لفو أنفستيساق اليوم انتا باش يجي تستمر في البلاد لازم الإنسان تكون عنده أمكانيات سكونا بلا كتف دولة أنفستيساق يعني يشفون كتير من المستمارين اللي تسيبوه ويبدل جهود كبيرة وذا قال رئيس الجمهورية باش ياخد القطع الأرضية واجب والو واجب غير بالدراسة راخد القطع الأرضية تاو وهذا القطع الأرضية اللي خلاته يوضحها كضمان في البنوك وهذا البنوك اللي أعطات له الأموال واش نواصرها لمدة 20 سنة ان شاء الله هذا في المستقبل ما يكونش اليوم هذه الاستثمارات اللي تخلي المستطميرين المستقبلين للاستهلاك للمواد الأولية جزائرية هذا نعم لأن اليوم الدراسات لازم تقول في الميدان الاستثمار المستقبلي لازم تكون أوليات وفتوحة أبواب بصيغة الأولية في واشن هو الميدان اللي راح نستمر به يعني الإنسان يدرس هذه الأشياء الشيء الأولاني وهي معايير دولية ما ممكن نقوله احنا كنقوله لاستثمار 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 احنا نقوله تجر الميدان الصناعي الميدان الفلاحي الميدان التوريز تسا هي الاستثمار في البشر بحد داته كل الدول المتقدمة عندنا نشوف الجانب تصيب الخدمات من باب الاستثمارات تفوت 70% و30% لما هي الإنتاج حين الطاقة الكبرى والمواد الأولية الكبرى هي الشباب الذين عندنا نحن الخريجين من الجامعات لليوم الذين رأمهم مقبلين وهذا ما طاقة أنا أظن وشفناها لا نتكلم عليها بصيغة كبيرة يعني تحفيزات لهذا الشباب ليقدر من الباب لسيرفيس حين شفنا الوزارة المنتدبة لدى المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة أعطى أهمية كبيرة من هذا الباب وجب شيء عظيم لهو دوندومان دي سيرفيس لزيكسبورتاشون سيرفيس للشباب هادوما خلاهم هاد الشباب يأخذوا مئة من الحاصيلات العملة الصعبة هذا شيء ممتاز وهذا كما رأنا نتقدم على قانون الاستثمار هذا الداخل في الاستثمار ربما في نقطة نقطة أيضا جد مهمة نقطتين فقط لأننا نناقشوا ما هي فيما يتعلق بعد المصدقة بطبيعة الحال ومناقشة هذا المشروع يجب أن يعدل أيضا قانون الصفقات العممية وأيضا منح الامتيازات والعقار صناعة وما شبه ذلك لكن في نقطة أيضا دائما نبقى في مشروع قانون الاستثمار هي استحداث شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار المحلي بطبيعة الحال وتعزيز صلاحيتها من خلال تأهيل ممثلية الهيئات والإدارات العمومية لديها ربما لما نشوفوا هذا المشروع قانون الاستثمار خطط لكل شيء يبقى جانب واحد فقط لو هو العمل به اليوم ما مدى قدرت الجزائر للعمل بمثل هكذا قانون من أجل أن تكون الجزائر حقيقة في انطلاقة اقتصادية مثل ما تحدث عليها رئيس الجمهورية عندما نشوف كل الآليات التي قادت بها الدولة الجزائرية منذ زمان لأننا لا نبري المستقبل وننسى الماضي الآليات كانت منها الآليات لتدعيم الشباب في المؤسسات الصغيرة وكانت هي الآليات لهاد الشبابيك هذه موجودة منذ زمان اليوم الإشكالية كما اليوم رأينا نحكيه على الأفوار الانتقراشنال ولا نحكيه على هذه الأمور عندما نتكلم على الاستثمار كان سوج أشياء هما مهمين جدا لكل الآليات الموضوعة أنا أعطيني الحاصلة تعالى المؤسسات التي انشأتها أنت كوزير أعطيني لشي فردافير تعالى المؤسسات هذه وما هي الربحية تحادل مؤسسات لفائدة الخزينة العممية ما تقول ليش أن يوم انشأت عشر ألاف مؤسسة صغيرة أو العشرين ألف وثلاثين ألف واربعين ألف يعني في الآخر في المطاف نشوفوا بلي أكثر هيا عندها مديونية احنا نعرف الميل في لونساج وميل في هاته وننتكلم إلا بالأرقام احنا ليهمنا ما هي المذاخي للخزينة العممية يعني ما هي العودة اسقاط على الإقصار الوطن الإقصار لهذا والشيء اللي هي منها اليوم خزينة العممية ماذا استفادت؟ ماذا استفادت؟ وهذه الأذهان اللي تدخل نحن كثير من هاتشي لا نتكلم عليه أبدا وهاتشيء المفروض في الحاصيلات للموزارات المعنية بهذا الشيء أنا جي في قال أنا درت استمارات في الضمان توليستيك درت استمارات في الضمان توليستيك ماذا هي فائدة الخزينة؟ ما هي الفائدة من الباب المال بمعنى أن نقيم الوضعية الاقتصادية في الجزاء ووضعية الاستثمار في الجزاء السورة تولي تعمل على الخواص أغلبية شيء نتكلم إلا على المؤسسات العمومية وننسى الخواص اليوم اليوم مرة وضعنا الخاصة والعمومي في قالب واحد ونحن نتكلم على قانون جديد اللي هو الشاركة بين الخواص والعمومي وكثير من الأشياء اللي رأي جي ربما هنا تحدثت وقلت بأنه يجب أن يكون هناك تقييم من أجل الحديثك عن شبابك شبابك هذه موجودة لكن تقييمها اليوم ماذا فعلت وهذه الشركات ماذا قدمت الاقتصاد الوطني لكن دعني من نعود إلى ربما هناك حلقات مفرغة لما تحدث على مشروع قانون الاستثمار يجب أن نربطه دائما مع قانون الصفقات العمومية كفية منحن الامتيازات العقار الصناعي كل هذا لا يمكن تغيير أو تعديل مشروع قانون الاستثمار دون الحديث عن قانون الصفقات العمومية منحن الامتيازات العقار الصناعي وما شبه ذلك عندما نتكلم على قانون الصفقات العمومية نحن دخلنا في مرحلة مناخ الأعمال يعني خرجنا من القانون الاستثمار اليوم دخلنا في وضعية وين عندنا مستثميرين وهذا المستثميرين عندهم توجيه اليوم هذا التوجيه لهو مناخ الأعمال وهذا خطر علينا لأنه إذا أردنا أن نجلب مستثميرين وهذا المستثميرين عندهم رغبة إلا في الصفقات العمومية هذا لا سيبات صاد حنا محتاجين مستميرين يكون عندهم فكر وقلناها من القبل منهم أجانب تكلمنا على لزون أوف شور تكلمنا على أمور كيف هذه حنا اليوم وش لنا نخدمه قانون الاستثمار هو يجي باش يقلص من التابعية المحلوقات اليوم زدنا تكلمنا كثير وش فيناه اليوم موشو صاري في العالم من الباب الحروب وكذا ورانا تكلم على التابعية اليوم كيفية الدولة في تدعيم المواد الأولية شفنا كثير من البلدان الأجنبية اليوم تغلق على مواد أولية وحنا اليوم نقوله بإذن الله سوف تكون عندنا كيفية باش تكون الجزائر عندها كما نقوله ان ديپندانس لوكال ينو با إتخانجار دون سوكالغلا هذا الشي احنا المستميرين الأجانب نتكلم عليهم كثير عندما يأتوا للبلاد وهما يسون انترسي كما نقوله نحن يقوله نحن نقوله نحن المفروض أننا نحن نقوله وضع اقتصادي اجتماعي من هذا الباب هذا اليوم الأجانب يجب أن يستطمر نحن نقوله لتصبب يجب المصنع من الخارج للجزائر لماذا؟ لأنها ستكون عنده امتيازات وهذه الامتيازات هي نحن نعود للبلدان المجاورة اليوم إفريقيا رأي تتفتح والمناخ الأعمال والموحيد وين رأي هو يستمر نشوف اليوم ما هي المسافة بين جزائر وأوروبا نشوف اليوم تكلفة الترانسفور اللي رأي واقعة اليوم اللي رأي تخبطت بتلتمرات الأسعار تحار أربعة نحن اليوم عندنا موقع جيوستراتيجي عندنا باب وابة لإفريقيا وعندنا بوابة لأوروبا هاد الشي اللي لازم نستمر فيهم الملبب القانون اللي يجلب وانمد هاد اللي نقودوحن هيawsسابتاج ellological nic没 laut انك م Depending من بانكار ولا يستعمل تحارäm��Ken الضباناج أن انهي مام مسته questioned حنا كابلد ديجا سي applaudragt نزيديو لو لزوا أفك ان معا هاد الشي المطلوب payroll تك 對不對نا اللي هنا well still commضاء السفاقت العمي وجو برو في تنكور دولودير تكلمنا كثير من المرات على القانون السفقات العمومية اللي هو السفقات المعنية بالمؤسسات الصغيرة عندنا اليوم احنا ما نش نتكلمه كثير على ما هو ضور المؤسسة الصغيرة في النسيج الاقتصادي وما هو ضورهم بأخذ هذا الاقتصاد المستقبلي للبلاد اليوم عندنا برنامج رئيس جمهورية يتكلم عن الشباب شفنا بالليل بارح كان رئيس المجلس الشباب يعني البرنامج الرئيس لو مش اليوم على الواقع يعني دون لسانس الريال الإدارة الإدارة لسانس الريال كم المرة قلنا لا يسا هناك وجود لتفطر شروط خاص بالمؤسسات الصغيرة شفنا مؤسسات كبرى تاخد سفقات للمؤسسات الصغيرة وتقمت تقدمنا لهنا في نفس البلاطو وعندنا أكثر من العامين قدمنا مشروع حاضنة تحضن المؤسسات الصغيرة لكي نكيفها ونشوفو كاشل خرجوها من القوقعة تحتها وتروح تنافس للمؤسسات الكبرى هذا القانون السفقات صح هو موجود أنا أظن ما وش رح يكون عنده كيفيات يعني كبيرة في التغيير تعهو الشيء اللي لازم نوضع عليه حساسية كبيرة هي الميدان الرقمنة لأنه عندما نتكلم من الباب الرقمنة نجيبو لترانسبارنس نجيبو لشيء نجيبو لشيء نجيبو لشيء نجيبو لشيء عندما تكون غياب هذا البرنامج الرقمنة الشيء اللي نعرفه اليوم أم باردو 4-20 مليار دولار في السوق الموازية كيف شارك رح تقضي عليها وش هي المهلة الزمنية باش تقضي عليها لو يكون غياب الرقمنة هذا يكون مستحيل صحيح صحيح إذن نتمنى أن فحوى هذا القانون قانون الاستثمار أن يعالج ويكيف حسب المعطيات الموجودة في الجزائر طبيعة الحال من هذا المنبر أشكرك سيد عبدالطيف حمام عميد المستثمرين شباب بفتنا بكل هذه المقترحات من أجل العمل بهذا القانون شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا كنا حابين نزيد شيء مهم جدا تفضل إذا سمحتون صرحة فقط اليوم عندنا كثير من الإدارات المعنية في مختلف الأصناف عندنا الاندسترية عندنا السياحة عندنا الفلاحة مختلف القطاعات الشيء المطلوب في القانون هذا ما لازمش تكون وزارة معنية باستثمار عند وزارة أخرى ويكون نطيق مثال بسيط اليوم في استثمار السياحي هناك أراضي سياحية اللي هي الغابات وفي هذه الغابات هي وزارة الفلاحة وهذا شيء من الباب الإدارة من الباب العراقيل هناك نقول احنا تخبطات شوية تداخل تداخل بين الوزارة وإحنا مدى بنا عندما نقول استثمار هذا الأراضي للإنسان رح يستثمار طبيعة تكون عندها كيفية كيفية أن تكون كيفية أن تكون كيفية أن تكون كيفية أن تكون شوكراً شوكراً جزيلاً لكسي عبدالطيف حمام